بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الله المبعوث رحمة مهدا ده نفس الطريق اللي احنا ماشيين فيه واحنا بنتفقد بيوتنا بنتفقد بيوتنا عشان نعرف ايه اخبار التوافق و ايه اخبار الرضا و اخبار السعادة بنتفقد بيوتنا عشان نعرف قد ايه احنا وصلين لتحقيق مراد الله سبحانه تعالى من انشاء هذه البيوت ان احنا نعيش في سكينة و مودة و رحمة و عشان كده بنمر و نشوف ايه اللي بيحصل في البيوت اين حاجة بتحصل في البيوت كده استلحنا على تسميتها التطفيف الزواجي ايه بقى حكاية التطفيف الزواجي ده احنا عندنا ظاهرة سيئة جدا بتحصل ما بين الازواج لما الزوجة او الزوجة يفكروا دايما بالفروق بينهم وبين بعض و دول بيكون غالبا عندهم رعونة و ضيق و اكثر طريقة ممكن حد يضيق بيها على نفسه انه يوجد اختلافات بينه وبين شريك حياته و ده بيخليه يعيش وحيد داخل الجواز لكن كل ما تشوف شيء من صفاتك في شريك حياتك فهو كمان هيشوف شيء من صفاته فيك بس المشكلة انك بتبقى في بعض الاحيين مش عايز تشوف فيه شيء منك انت عايز تشوف نفسك و بس لو انك انت ركست ان انت تشوف الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى جمع بسببها بينكم ممكن كتير من حاجات تتحل و لما يبقى الاتماس الاعذار عندك بتزيد فيك المظهرية و تشوف نفسك في مكان مختلف عن شريك حياتك تلتمس اعذار دايما لك و تبقى عايزه يسقفلك و لو ما فيش حاجة حصلت انت عملتها عشان يسقفلك بتبقى عايزه يسقفلك و لو ما سقفلكش بتعتبره عدوك و في نفس الوقت انت بتعمل ايه؟ بتهري انتقاد يعني انت عايزه يسقفلك على اصغر حاجة انت عملتها لو جبت له اي حاجة لو جبت له وردة عايزه يحس بانك انت ملك الرومانسية و ان هي تكويلك و دومك و تساعدك و تعمل دا كله ايه يعني ما كل الناس بيعملوا كده اه لا 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 دا هو دا معنى التطفيف العاطفي الزواجي التطفيف العاطفي الزواجي مش بس والتطفيف بس بيكون في الايمان اللي موجود في قوله تعالى ويل المطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون و اذا كالوهم او وزنوهم يخسرون لا التطفيف كمان ممكن يكون في كل مجالات الحياة و عشان كده في حاجة اسمها التطفيف العاطفي الزواجي بيحصل لما تشوف نفسك اعلى من شريك حياتك حتى لو بتكذب وبتقول انه اقل فبيكون عاوز تاخد منه حق اكتالة متالت انت بتقول عليه قال ومع زيك عايز تاخد حق اكتالة متالت و ايه تاني لكن مش عايز تديله اي حاجة من حقه و عشان كده بيبقى عندك مبررات ان انت بتديلهش حقه ليه؟ ما هو متدنيش حقه يبقى انا اديله حقه ليه؟ افضل دايما اقزيب الكلام وهو لو عبر عن رأيه اعتبره نوع من انواع الاهانة نوع من انواع التسلط نوع من انواع التديق علي و انا طول الوقت بأزيب الكلام ما حدش به على فكرة بيطيق علاقة تطفيفية فيها واحد دايما يستوفي والتاني دايما بياخد منه لانه هيجي لحظة ويحس بانه هو تم استهلاكه خلاص ما بقى اجيب كان فيه خلص و دي يظهر جدا جدا لما الزوجة تقولك ايه انا خلاص استهلكت ومش قادرة او الزوج يقول خلاص انا وصلت للنهاية وينفجر في وشك ويطلب منك انك تدفع بقى كل الفواتير السابقة طب ايه سبب ده؟ سبب ان انت ما كنتش منصف ما كنتش شخص حقاني بتعمل ايه؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فيه معروف فالتطفيف العاطف بيحصل عشان في طرف حاسس ان هو لازم اقولك الحقيقة ان هو جعان وشايف ان هو من حقه يستوفي من شريك حياته كل احتياجاته حتى لو مش هيدهاله ايه لا يحصل؟ هيخدها بشكل او باخر فالمطفف بيقول انه اللي بياخده ده من شريك حياته مش بيشبعه كمان عشان كده زمان قالوا لنا خذ وطالب يعني خذ الحاجة واحترم صاحبها وبعدين طالب بشيء تاني خذ المتاح من شريك حياتك وابني عليه حاول الاول تشوف الاشياء اللي بيقدمها لك وقدرها وامتن عليها وبعدين طالب بمزيد يعني تلاقي الزوجة طول الوقت عاوزة جوزة يدلعها ويجيب لها كل شيء هي بتطلب منه من غير حساب ويقول لها كمان كلام حل كل ده وهي مش قادرة تقوم بدورها نحيته ولا بتهتم به ولا باللي بيحتاجه منها او تفضل دايما حطاه في كفة وابوها في كفة وكل شيء يعمله تقول له انت عمرك ما عملت معايا اللي ابويا بيعمله اللي ابويا كان بيعمله معايا ونفس الحكاة بيش زوج يقول لي زوجته انت تيجي ايه في اللي أمي كان بتعمله علشان أمي ضحّت بحياتها كلها علشان وهي رضيت بانها تتجوز في شقة مش مناسبة العافش ما كانتش كامل وبيقول لها بيقول لها في نفس الوقت اللي هي فيه ده انت ايه قدام تضحية أمي فطول الوقت كل واحد شايف التاني مش بيقدم له اللي هو عاوزه ومهما عمل فهو مش كافي طبعا دلوقتي لما ابتديت اتكلم عنه هذه الزائرة زائرة التطفيف العاطفي الناس بدأت تقول اه احنا يكاد يكون كل واحد عايش فيه ولذلك انا مش بجيب الكلام من الكتاب انا بجيب الكلام من غرفة من الغرفة الساخنة غرفة الإرشاد الزواجي والتطفيف بيوصل للطرف الآخر في العلاقة للاستبياع ودي نتيجة ان احنا مش عايشين في أمان الله ومش عايشين في نور الله لا يؤمنوا أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبه لنفسي فلازم تحافظ على الشيء المشترك بينك وبين شرك حياتك اذا كنت عايز العلاقة تفطى العلاقة آمنة وما حدش فينا يحس ان هو معدد طيب واذا ما حصلش ده هيحصل تطفيف كل واحد هيشوف ان هو ليه حق ويشوف ان التاني مقدمش حاجة عشان يدي له حق ومشكلة المطفف في العلاقة انه مش واسق من نفسه على فكرة هو شخص مش انه صاحب حق وهو على يقين وعلى ثبات لا 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 التطفيف العاطفي ده نوع من أنواع اللي بيسموه بيحاول يحمي نفسه من احساسه بالضعف والقلة والصغار وده بيجي على حساب شرك حياته فالازواج ممكن يحبوا يمارس التطفيف ده علشان بيحسسهم قال ايه بالامان قال ايه بيحسسهم بالامان لانه في اليوم اللي شريك حياته هيتكلم عن عيوبه هيبقى ده شيء طبيعي لانه احسن منه فعدم ثقةه في نفسه بيكملها بانه يقلل من شريك حياته اللي شريك حياته لما بينتبه لده هو بيسمي اللي بيعمله ده وده بيكسره ده هو بيكسرني بيكسرني عن طريق ايه؟ عن طريق التطفيف والحل انه عشان يسق في نفسه انه يدور على الشيء المشترك بينه وبين شريك حياته مش يدور ازاي يخلي شريك حياته دايما في ركن الاتهام ودايما في ركن التقصير المطفف بيشوف مزاياه ومحسنه كتيرة وعديدة ومتنوعة ومليا الدنيا ومحسن شريك حياته قليلة وصغيرة وملاش لازمة ويشوف مساوقه كبيرة جدا 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 لعبة بقى انه هو يلعب بالمرايا المقعرة والمحدبة فيحط مرايا تكبر اللي بيعمله ويحط مرايا تصغر اللي بيعمله شريك حياته والمطفف محوره ذاته فبيستهلك شريك حياته بيستهلك شريك حياته بنوع انا بسميه الاستهلاك الابتزازي بيبتزي شريك حياته عاطفيا فيستهلكه ساعات يستهلكه دينيا يقول له انت عليك ان انت امورك فطعيني انت عليك انت عليك انت عليك ربنا مش هيرضى عنك ربنا مش هيرضى عنك فتستهلك الست او ان الست تقوله انت ملزم بانك انت تنفق علي وتجيب لي وتجيب لي وتجيب لي وتجيب لي وإلا انت مش قايم بالمعنى القوان ساعات يكون الابتزاز بالدين ساعات دي يبقى الابتزاز بالمقارنة انت شوفي امي انا حاسس ان انا حياتي تغيرت معاك انا حاسس ان حياتي ما بقتش زي ما كنت سعيد مع امي انا حاسس ان انت ما بقتش تقدر توفر لي الامان اللي كان بيوفره لابوي ممكن يكون الابتزاز بعز الطريق وممكن يعمل ده من غير ما يحس على فكرة ممكن اللي بيبتز ابتزاز عاطفي ده يعمل كده من غير ما يحس وهو بيدعي انه اكتر الناس حرصا عليك لكنه بيبتزك عشان هو عايز يحافظ على مصلحته واكتر شيء بيظهر في شريك الحياة المستهلك ده هو انخفاض القيم لدرجة ان بعضهم انخفضت قيمة البناء انت من عندهم فاستبدلوهم بالحيوانات يعني لما يلاقي شريك حياته مش بيقدم له اللي هو عايزه سواء على فكرة المستهلك او المستهلك الاتنين بيلجأوا الى الحيوانات فيربوا قطط ويربوا عصفير ويربوا كلاب عشان يعوضوهم اللي حصل من الاستهلاك اللي تسبب ليه من شريك الحياة وساعات على فكرة يبقى هو بيبتزه بانه يجيب له كلب عشان يحسسه بان الكلب ده اهم منه وعشان كده هو بيقول انت لازم تحبيني حب غير مشروط الجواز على فكرة الحب فيه هو حب رشيد حب بيخلي الانسان احسن ومن اكثر دوافع الاستهلاك عند الانسان اللي هو بيعيش التطفيف العاطفي التعويض ودي كارثة دي كارثة بشرية لانه بيستقل نعمة ربنا عليه انه ربنا كتاب له ووفقه لشريك الحياة فيظل ايه اللي يحصل دايما عايز تعويض وشريك حياتك مش على فكرة مش بديل لحد تاني انت فقدته فما ينفعش تفضل ايه اللي حاصل تفضل تبواصده حياته وتعدل عليه عشان يكون زي ابوك او تعدل عليه زي ابوك ايه او تعدل عليه او تعدل عليه عشان تبقى زي ممتك او حبيب سابق زي تعويض الاكسل زي ما بيقوله الناس في التعويض بتصر على الامتلاك هو امتلك اب او ام فلما فقدوا لازم يعوضوا عن طريق شريك الحياة ومن اهم انواع التعويض التعويض المتفاني فيفضل شريك الحياة يستمر يستثمر في شريك حياته عشان يبقى زي ما هو عايز وده بيكون منان باطني بيمنا عليه في باطنه على ان الشريك حياته بيتفانى اليه احنا الكلام كتير عن مسألة التطفيف الزواجي لكن احنا عايزين نخرج بقى من ده ايه الاجراءات اللي ممكن نعملها عشان نقدر نتخلص من التطفيف الزواجي وده شيء مهم جدا 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 اه صحيح لما بتحصل مشكلة يطلع الشخص اللي بيحصل له التطفيف كل الفواتير ويقول له انا فعلت وانا عملت وانا عملت وبيقول له انا دايما كنت لي فضل عليك الشخص المتفاني ده الشخص اللي بيحصل له هذا التفاني لما تحصل له مشكلة بقى يروح مطلع كل الفواتير ويقول له انا عملت وسويت عشانك والرجالة بتعمل ده كتير مع اولادهم عشان يريحهم ويعوضوهم عن الضغوط وآهنة الشغل احنا بقى فيه انواع تاني زي النوع التعويض الظاهري ان واحد يطلب التعويض عشان يحقق له شيء في الظاهر لكنه مقرر انه مفيش مفيش حاجة عتعوض اللي فات فمفيش حاجة هتداوي جراحي فيفضل هو برضو بيستهلك ده وكمان بيطفف انا عايز اقول انه فيه قانون قرآني مهم لازم نتعامل به في حالات التطفيف وهو قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وعشان كده لابد ان احنا نمتنع عن التطفيف اول اجراء لازم نعمله عشان نتخلص من التطفيف العاطفي ده لازم ننصف شريك حياتنا دايما بانك تتخيل نفسك مكان واعمل معاه اللي تحب انه يعمله معاك يعني تخيل نفسك ان انت قاعد مع الشغل بتوضى بالبيت وعملت الاكل وعملت كل حاجة وتعبت عشان زوجي يجي يلاقي الاكل جاهز انا منتظر ايه منتظر كلمة حلوة منتظر شكر منتظر امتنان حط مكانك مكان زوجك جاي تعبان مرهق من الشغل حاسس بالضغوط جاي تعبان في المواصلات هو منتظر ايه منتظر ان حد ينصفه يقول له ربنا يجزيك عنا كل خير ويعطيك بكل نقطة عرق نزلت على جبينك قرب وفتح وطوفيق احنا من غيرك ولا حاجة ده اللي منتظر كل طرف فانت لازم عشان تبطل التطفيف الزواجي لازم تحط نفسك مكان الاخر لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسي تاني حاجة لازم تعتذر له عن اي ظلم حصل منك في حقه لما تسمع الحلقة يتعرف ان انت كنت مطفف في حقه ويعده انك تمتنع عن التطفيف ده بكل سوره الحاجة التالتة نعالج الاسئال السلبية للتطفيف بانك انت تعطي من غير ما تسأل عن مقابل رابع حاجة ودي شيء مهم جدا جدا ان احنا نتعود على فضيلة الامتنان لازم كل واحد فينا يمتن يلاحظ الاشياء اللي بيعملها اللي بيشاركيك حياته ويمتنله التطفيف العاطفي الامتنان وعلى اقل زي ما ربنا علمنا ان شكر الله سبحانه وتعالى ولقاء الله ومحبة الله بتحصل لنا عن طريق ان احنا نكون في الصلاوات الخمس فكرة الخمسة دي فكرة مهمة جدا جدا لو امتننا البعض خمس مرات في اليوم هتبقى الحياة افضل بكتير نقق خمس حاجات ليشريك حياتك وامتنله كل يوم عليهم ساعتها شريك الحياة مش هيحس بالتطفيف الكلام الحلو والاحساس بان الانسان متقدر والانسان متشاف هو اللي بيخلي الانسان لسه فيه مياه الحياة ويحس انه هو لسه قيمة اضافية في البيت مش بيتم استهلاكه لغاية ما يخلص ويترمي لا هو بيحس انه هو عمودي في البيت وبيحس قد ايه هو مهم عند شريك حياته وبيحس انه هو واخد حقه ولازم يدي التاني حقه هالجزاء الاحساني الا الاحسان يا رب جعلنا من اهل فضيلة نمتنان وجعلنا يا رب بينا حجاب عن التطفيف العاطفي عشان نقدر نكون محافظين على قلوب احبابنا ونجبر خواطرهم وكمان نعيش في نور وفي ساعة وما نعيش في الضيق ابدا يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين بعد الفاصل يا سادة ننتقل بحضراتكم عشان نتلقى اسئلتكم المباركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها اسئلتكم المباركة ونخصص لها ايام عشان نتكلم عنها وكمان نجاوب على اسئلتكم المباركة وتفضل جسر بيننا ونتلقى عليها كمان تعليقاتكم وتفاعلاتكم مع كل اللي بنقدمه ويكون محل تقدير واحترام وكمان استفادة وتنور ولكن اسمحنا ناخد اول سؤال من الاستاذ دعاء استاذ دعاء تفضلي شكرا عليكم وعليكم السلام ونحن نطلعه بركاته كلها محارفة بحيث وحديك بخير وبصحة وبسلام انا حدث انا متجاوزة بقالي شهرين كمان ايوة بقاعدة بتايلة طيب يعني انا يعني هو جدي يعني احنا كواستقليدي وكده بس هو يعني حبيني وحبيته ومعاملة يعني مع بعض كويسة وموضة ورحمة كل حاجة طيب بس مامتو بتغير مني قوي آآ ودى درجة انهو اللعنة عايزة اي يا امه عايزة عن هركة موضوها وطلقها لك لغمان لانا ما عملتناش حاجة بس ايها يعني كمانه بقا بيجي من الشغل ويطلع يكل اللقمع وكده بس لما بيجي بيجي لا ما عايز حاجة وكده يعني برضو بيتكمن عليها وبيسأل عليها بس امور غيرة يعني غيرانا بنها بس اتجوز بقا ليه حياتي ايه حياتي كده فانا مش عارفة اعمل ايه اقولك حاجة اول حاجة انت ليه شايفها بتغيري منك عشان ما هو درجة من انا شايفي يعني يعني اسألك سؤالي يعني انت دخلة دخلة بفكرة ان الحموات بتغيري من بنات آآ من آآ آآ زوجات ابنائها يعني انت دخلة بهذا المفهوم ولا المفهوم ده جالك لا اعايزي انا كنت دخلة عايزي يعني مش حياتي مش فهمة يعني لا اعايزي طب هو الهواء ما يسمحليش بس قوليلي حتة كده حتة غيرة كده غيرت منك في ايه يعني لما عشان هو ابنها كان طبعا بيدام تحت ماها وكده وبقى شايفته فوق وبيطلع عملت ايه بقى بقيت يعني غيروه يعني اقولك حاجة يا بنت اقولك حاجة يا بنت اقولك حاجة انت لسه مقبلة على الزواج انت انت متزوجة وحديث حديثة الزواجة انا اقولك تعملي ايه مع الحالة دي هل عندك سؤال تانية استاذ دعاء يأ شكرا يا فان اجاوبك حضرت استاذ دعاء اول حاجة بتشقي الانسان هو قرأته للاحداث واول حاجة بتسعد الانسان هو قرأته للاحداث اول حاجة نفترض ان هي مش متعودة ان ابنها هيبقى بعيدة عنها ده اسمه مش متعودة ما اسموش غيرة عارف الفرق لو خلتيه غيرة انت هتدخلي معاه على ان هي بتصرعك على ابنها لكن هي في حاجات طبعا جديدة عليها بتتعود عليها انت دورك ان انت تسعديها ان هي تتعود بسرعة على ده لو حولتي الى قضية صعبة انت انا اسف يعني بسبب عدم خبر زوجك وعدم خبرتك وعدم انتم ماشيين في سكة النضوج جن زوجك يقول لامه انت عايزان اطلق هالك ده كان تعبير غلط لانه كده هو حط المسألة في منطقة الخف من الام ان منطقة الخف للام الصراع هي ما كانتش منتظمة منك الصراع انا يا بنت انا يا بنت مقدر ظروفك انا مقدر ان انت ما عندك ش خبرة في ده وعشان كده احنا النهاردة عندنا انا عند النهاردة محاضرة في المقبلين على الزواج في برنامج در الافتاء المصرية بأول حاجة بقولها للناس اوعي تدخل المدخل ده مدخل ان امه هتبقى مسيطرة عليه وهتبقى الستيريو طيب ده اللي هو في ذهنك ده حاولي تفكري ان ده مش موجود ان اللي بتعمله امه ده ان هي مش متعودة على الطريقة دي في الحياة وانت هتكون لعونا لها على ان هي تتعود على ده عشان المسائل انت لسه في شهرين انا بقول لحضرتك لو فضلنا على الصراع ده المسائل هتتطور وغتلاقي والدته بتقول الكلام في غاية السلبية عنك لان هي حسة عتحس دلوقتي ان انت مش بتتقدبي معاها ان انت مش بس مش مقدرة ان في حاجة تغيرت لأ انت كمان عايزة تزليها وتكسريها ما هو الكلام ما بين الستات بيحصل بيوصل لهذا المستوى طب والحل هو ايه ببساطة خالص مش هقولك ابدا اني تتعامل معاها زي امك مش هقولك كده لكن ما تتعامليش معاها لان هي ست ضرتك هي مش ضرتك ومش امك لكن هي حماتك ان انت الاتنين بتتعودوا على وضع جديد لان انت عايشين في بيت عيلة واضح ان انت عيشتك في بيت عيلة ما كانتش زي ما بيقولك لدالك كده لا هي ما كانتش جاية على هواكي فانت جاية محملة بكل هذي المتاعد انا عارف ان الوقت ده مش وقت تقديم استشارة تفصيلية اتمنى ان حضرتك تخدي التلفون عشان تتكلم بعد لا واتمنى ان انت كمان تدخلي دورة المقبلين على الزواج عشان دي محتاجة شوية تفصيل هقولك تلات حاجات لو سمحت قولي كلام حلو لحماتك لو سمحت ما تجيش تقولي لها خليكي زي بنتي انتي عيشي زي بنتها يعني ايه عيشي زي بنتها نوع من انواع الرفض ما تعمليش كده هي ست بتتكلم براحتها هي ست ممكن تكون اقل منك ثقافة فلما هي تتكلم مش لازم تعامليها على ان هي قصد كل كلمة تجراحك بيا ده سوق ظن فانا بقولك واحدة واحدة وسعي صدرك اتعاملي معاها ببساطة لسه الحياة قدامكم كتيرة وهي مش قصد خالص تخرب بيتك لو سمحت شيري الفكرة دي من عندك لان الفكرة دي مليانة سوق الظن انا قلتلك الحاجات اللي ممكن تمشيك لغاية دلوقتي قولي لها كلام حلو ما تحاوليش تحطي زوجك في كورنا كده انا اوهية لا دم منوع شرعا لانك انت لو عملت كده انت هتفسد علاقتك بزوجك وبقية الاشياء دي ممكن نبقى نعمل حلقة نتكلم فيها بالتفصيل عن الكلام ده استاذ زكريا معانا اتفضل يا استاذ زكريا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله وبركاته فضل ونعمة تفضل الله يخلي شكرا انا حبيب الله يبارك لك على رأسك مين اللي توفي من 15 سنة طي طي طيب هي اديتك الـ 15 أجلام ضهب ده اديتهولك هبة ولا اديتهولك سلف لا هي اديتهمني ما جايت ليش ولا هبة ولا سلف ولا اي حال كانت انها جايت عندي مصر انا في مطر جايتني مزنوق جايتم اديهمني يعني هي جايت لو لقيتك مزنوق فاديتك الفلوس دي عشان تفك زنئتك صح اه وما قالت لكش هترجعهم امتى لا ما قالتش وما طلبتنش عليهم وما طلبتكش خلص طول عمرها لا طيب وانت بتسألني بتقولي دلوقتي او حد يعرف حد عارف المعضوع ده ولا مين اللي بيقول لك ترجعهم بعد ايه ما توفت المرس بتاعها جسمته انا اخوات البنات اللي هي ثابتهم طيب فين السؤال السؤال اللي هم 30 جرام ده من لهماتي انا بيحطيهم بـ 900 جنيه هل هل ان انا عمل حق هجي البنات فيهم ولا اعملي فيهم طيب انا اقول لحضرتك بص يا سيدي احنا عندنا اي تصرف حد بيهي ساعد حد فيه وما بيقولوش انا عايز الحاجات دي امتى ولا بيقولو ان ده دين ترجعه امتى ولا بيقولو ان انا في الحقيقة الفلوس دي مزنوء فيها تجيبها ليه في الوقت الفلاني وينضف اليه كمان ان هي ما طلبتكش بده فالاصل ان الفلوس اللي اديتها لك دي ان هي كانت هبة كانت مساعدة الهبة اللي احنا بنسميها مساعدة فكانت بتتصدق وبتدي الفلوس دي عشان تساعد ابنها والفلوس دي انت مش مطالب بيها الجرامات الدهب دي انت مش مطالب بيها بدلا ما هي ما قلتلكش ان ده دين عليك وما قلتلكش ترجعه امتى وما قلتلكش ان ده سلف وما استخدمتش اي حياة تاني فالاصل في تصرفها دوت ان هو كان هبة ولم يكن ولم يكن دينا يجب سداده فعشان كده انت مش واجب عليك ان انت ترجع الفلوس دي لان الوصف اللي انت قلتو ده ينطبق عليها كيفه بانه كان هبة وانت مش واجب عليك ان انت ترد الفلوس دي ولا توزعها مراس نعم استاذ اسماعيل يتفضل السلام عليكم وعليكم السلام وراحو اطلعو بركاته انا كان علي ندر وندرته وغير دلوقتي ما وفوتوش فهل لازم اجيب خروف واطع ووزع ولا اتبرع بيه لأي جمعية بالمبلغ بأي جمعية من جمعية السؤالي انت قلت ايه ندر قلت ايه قلت ايه والله ساعتها مش فاكر بس انا قلت قيمة خروف ما يسوي خروف يعني لا معلش انت قلت ندر علي اتبح حاجة ولا قلت ندر ايه ايه قلت قلت ايه يعني قلت حاجة زي كده تقريبا الموضوع بقاله فترة معلش حاول حضرتك تكتاد وتفكر معايا كده انت ايه اقرب حاجة انت قلتها عشان احنا ناخد بغلبة الظن احنا ما عندناش يقين دلوقتي فهناخد بغلبة الظن انت قلت ايه قلت يعني ده اللي خلب عليك ان انت قلت ندر علي خروف صح طيب ايه ندر علي اتبح خروف ولا ندر علي خروف الحقيقة والله مش فاكد هذا يبقى له فترة بس واضح ان انت كنت بتقول ندر علي اتبح خروف صح ممكن لا لا مش ممكن انا بحاول اساعدك احنا هنا بنساعدك عشان نقدر بنوفت الفتوى الصحيح تمام يعني لو قلت ندر اتبح خروف يبقى لازم تتبح اه ماينفعش اتبرع بقيمتو لأي جماعية من جماعية لا 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 مش هينفع تتبرع لان احنا عندنا في الندر بنستدعي قاعدة كده من قواعد الوقف بنقول شرط الوقف في نص الشارع فانت لو قلت اتبح يبقى لازم تتبح يبقى لازم تتبح خروف وبعد كده توزعه تدي الخروف نفسه بعد ما دبحته لمؤسسة تتصرف فيه تأكل ايتم منه تعمل كده كله بدل انت دبحته بقى انت وففيت النازل بعد كده الاصلف ده ان هو يروح لفقراء المسلمين ممكن تدي المؤسسة تنتفع به بعد كده او انك انت ممكن تعطي المؤسسة دي هذا الثمن بس لازم يتتبح الخروف ده بدل انت قلت ندر علي اتبح خروف نعم استاذ سليمان من جنوب سيننا يتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الوكاتو كل سلام حاجة طويل بمسل ترجم وحضرتك بخير وبسلام الله يفديك فانو ربنا يعيد عليك وعلى أم الإسلام يا رب علينا وعلى كل المسلمين واجعلنا ان شاء الله في خير حال اتفضل يا سيد سليمان انا ان شاء الله اتنين وخميس اخد رجب اتنين وخميس طيب هل ممكن اقول دول ممكن جزء على روح والدي والدتي هقولك劇令 ايه يا سيد سليمان ده السؤال الاولاني ده السؤال التاني ده السؤال الاولاني السؤال التاني عشان ا Erin الان احتاج رغم حضرتك باية نعم على رأسي على رأسي ادهؤلك في كنترول على طول يا سيد سليمان السؤال الاولاني بيقول لي على ينفع ان انا هاسوم لتنين وخميس اعرف اعمل حاجة عشان والدي والدتي اه تعرف تعمل حاجة تقول ايه اللهم هب مثل سوابي صيام الاثنين والخميس لامي وابي وان شاء الله يوصل لها كمنص الامام القرافي وغيره من الامة ان دوتا يكون يعامل معاملة الدعاء بظاهر الغيب وهو من المستجاب وان شاء الله يصل اليهم ان شاء الله وربنا سبحانه وتعالى يجعلك من البرين بابيك وامك ان شاء الله نعم استاذ محمد من البحيرة يتفضل وعليكم السلام وراح اطلا بركاته بفضل ونعم اتفضل وحضيرك طيب وصحة وبسلام طيب يا سيد ربنا ان شاء الله يفرج عنك ويجعلك ان شاء الله في خير حال وينزل عليك من الرحمات والبركات والافضل ويوسع عليك ويشرح صدرك ويريح بارك يا رب العالمين نعم استاذ مصباح من القاهرة استاذ مصباح نعم اتفضل استاذ مصباح السلام عليكم نوارنا يا سيد اتفضل عليكم السلام عليكم الله يستورك بزاكة استاذ الحمد لله فضل ونعمة استاذ مكد معي انا عمر الورداني اتفضل استاذ عمر لا استاذ عمر على رأسي على رأسي انا اسم مصباح محمد نبو عندي بس سنة ثلاثة وسبعين سنة لسه صغير لسه شاب حج مصباح الحمد لله والشكر الله اتفضل حج مصباح التلام الله سبحانه وتعالى ببلو حلوة خالص احمد الله اشه الفضل عليه بلوة المرض طيب يا سيد عندي من امراض سبع امراض يعني على رأيي الدكتورة اللي عملت للرساعة انت دست على نفسك لما حردت الناس كل حج مصباح طيب حج مصباح ربنا احفاظك يا رب وحجاني وشغال والحاجة توجعنا قلزها بعض ربنا اجمع لك بين تمام الاجر والعافية حج مصباح حمد لله قل لي اسعد حضرتك واجوبك على ايه يا فضل حاضر معلش يا ريت تزرك التاس عليها شوية من باسط يا انت مشرفني ونوارني بس انت مشرفني ونوارني يسألني سؤال وبقيت الاسئلة ممكن كمان ناخدها على التليفون اتفضل حاضر حضرت انا طبعا المرض تقول علي دعاتك في البيت نعم أسطارة بقية وشغلانة ومش غادرها مش يعني نعم صدري وقلبي وكلت نعم أسطارة وشغلانة فيه أسطارة بطني دعاتك المامس حولا من بطني المهم في السؤال كله الست بتاعتي انا متجاوز سنة ستة وتسعين الاخر ستة وتسعين اعتبر اول سنة وتسعين رضينا ربنا منها بخمس خمس ملكات خمس ولاد زي الملك حلوين كويسين يعني طيب تفتكرها ربنا على صباح الصباح الصباح على رحمة الله لك تسري وكتقول لحاجة لي يا بنت على رأس على رأسي ربنا ان شاء الله ان شاء الله زخرا لك وان شاء الله ربنا يجمعنا ان شاء الله جميعا في الجنة ان شاء الله معنا لا المهم في الاخر بقى كده في الامن لان اعتياف الوقت اللي بخلي ما في ذه انا بخش الحمام اذا ربنا اقررني سبحانه وتعالى ودلت خش الحمام بالعصايا دخلت ما دخلت الزند على حاج يدخني طيب ماشي يقوم عندي انبه كتيرش احنا في البيت شج واحدة انا وهي والولاد وكلنا في الضرب الارض عشر مجوزين طيب طيب بحاجة مصباح طيب سؤال حضرتك بقى انت عليها ما تتب سمعاني ما تردش طيب هل سؤال حضرتك عن ان زوجت حضرتك اسمعني اسمعني هل سؤال حضرتك هل سؤال حضرتك هل انا يعني اعمل ايه ولا يعني انا مش مفروضة على الستة مثلا عشان ما اندلقاش اجاوب حضرتك يا حاج مصباح تعمل ايه اجاوب حضرتك اجاوب حضرتك يا حاج مصباح حاج مصباح ربنا يجمع لك بانه تمام الاجر والعافية وان شاء الله ربنا يكرمك انا كلامي لزوجة حضرتك وصول اللي ربنا علم عنا وعاشرهن بالمعروف واصول اللي ربنا علم عنا ان الستة تكون محل ملاطفة ومعاشرة جزء بالاحسان وبالاصول فانا بقول لحضرتك ان الوقت ده وقت شوية لازم نصبر على بعض حتى انت لو بتتحملي شوية او ربنا سبحانه تعالى اكرمك بباب كبير او من باب الحسنات ومن باب البركة انت زي ما هو لما يصبر على مرض ويضاعف له الاجر انت كمان لما تصبر على مرضه وربنا يضاعف لك الاجر وعشان كده لما هو يندع عليك يا ستي ما جايز يا جايز عايز يحس بحسك وعايز يحس بالامان لما انت تكوني موجودة مش هتخسري حاجة ما تطنشوش لانه بيدلع ابدا انت ما تطنشتيش اولادك لما كنت بتربيهم كذلك ما تطنشيش زوجك لانه هو محتاجلك محتاجلك دلوقتي زي اولادك بالزبط وان شاء الله ربنا يديك الصحة ويبارك لك ويضاعف لك زي ما بالزبط لما هو كان بينفق النفقة اللي بينفقها فربنا يجعل دي افضل نفقة كذلك اللي انت هتعمليه معاه هيكون افضل عمل صالح ممكن تعمليه فان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتبلك الخير والبركة وتعيني ان شاء الله وربنا يجعل لكم الخير دايما ويجعل حياتكم في راحة وفي سعادة ويوسع عليكم ويشرح صدركم ويعينكم يا رب نعم مستاذ العربي اتفضل مستاذ العربي مستاذ العربي من دي اهلية مستاذ عربي مستاذ عربي ممكن تحاول تكلمنا تاني لو تكرمت بعد اذن حضرتك يا سادة مستاذ عربي ان شاء الله نقدر نكلمك تاني مستاذ عربي يا سادة احنا تكلمنا النهاردة عن حاجة مهمة جدا 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 عن ظاهرة موجودة في البيوت ومحدش يقدر نكرها واحنا احباب وصحاب واخوات ولما بنتكلم عن البيوت بنتكلم عن البيوت عشان احنا بصين عليها ومحللين اللي بيحصل في البيوت بالله عليكم بلاش حكاية التطفيف ده بلاش ان كل واحد يشوف ان هو ليه حق وينسى ان شريك حياته ليه حق يا سادة اصلا الجواز من غير ما شريك حياتك يبقى له حق الجواز مبني على الفضل بلاش بلاش الافكار القاتلة فكرة البنج بونج ان هو يديني انا اديه لا الجواز مبني على الفضل عيشوا بالفضل ويا سيدي لو كل واحد فيكم امتنى اللي شريك حياته الحياة تبقى مليانة بالنعيم عايزين تعيشوا في نعيم الايمان املوا حياتكم بالامتنان امتنوا البعض اقولوا كلام حلو وخليكم قريبين من بعض ربنا يفتح لكم ابواب تجدوا قرب الله وتجدوا مدد الله وتجدوا جمال الله يا رب انهمنا الرشد والصواب وجعلنا يا ربنا من اهلي تلقي مددك لكي نعيش من اصحاب الفضل لكي نزوق حلاوة هل جزاء الاحسان الا الاحسان تجلى علينا بجمالك ومددك يا رحمن واجعلنا على الدوام نذوق حلاوة الامتنان لكي نكون دوما من المحسنين الذين لبسوا ثوب الاحسان يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة